أهلا بكم مشاهدين الأفاضل في ملف وموضوع جديد سنحاول اليوم مشاهدين الكرام تلخيص أبرز الإشاعات التي راجت في الجزائر على مدار السنة فقد شهد العام شاعة هزت الساحة السياسية في البلاد بخبر وفاة المؤسس والأب الروحي لحزب الأففاس والزعيم التاريخي حسين أيتحمد وتعززت هذه الإشاعات بعد تدهور الحالة الصحية لأيتحمد بشكل خطير قبل أن تؤكد مصادر من حزب الأففاس أن الرجل تدهورت حالته الصحية لكنه يستجيب للعلاج إشاعة أخرى أسالت الحبر لفترة طويلة من الزمن في وسائل الإعلام المكتوبة المرئية والإلكترونية مفادها اعتماد العامية للتدريس في الطور الابتدائي وهو الخبر الذي أحدث ثورة على الوزارة الوصية ووصل بالبعض إلى المطالبة برأس وزيرة التربية الوطنية نوريب الغبريط التي خرجت ونفت كل ما يروج في الساحة الإعلامية بعد أن كانت بطاقة الخدمة الوطنية ضرورية في أي ملف لطلب العمل في القطاع العمومي ها هو شرط الحصول على هذه البطاقة يدرج أيضا من أجل إتمام عقد الزواج خبر نزل كالساعقة على الشباب الذي وجد نفسه محاصرا ومرغما على اجتياز الخدمة الوطنية بل وصل الأمر بالبعض إلى قصد شبابك مصلحة العقود والزواج للتأكد من المحلومة ليتنفس الصعداء بعدما تبين أن الأمر مجرد إشاعة أطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الخدمة الوطنية وعقود الزواج نمر إلى تكليف العرس التي تثقل كاهل الشباب بعد أن أصبحت مصاريفه كابوسا لا يزول قبل أن يأتي الفرج عن طريق الوكالة الوطنية لتشغيل شباب ساج التي أقرت قروضا خاصة بالزواج لا تفرح كثيرا فالوكالة الوطنية كذبت الخبر وقالت إن ذلك مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة إشاعة من نوع خاص تلك التي جاءت على لسان رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ساعد سعدي بخصوص طلب تقادم به لوزير شؤون الدينية والأوقاف من أجل تقليس أيام رمضان إلى 13 يوما إشاعة تنقلتها وسائل إعلام عربية وغربية وهو ما أثار استنكارا واسعا داخل البلاد على خلفية تدخل الرجل فيما لا يعنيه واستهجان علماء ومشايخ هذا التصريح حتى مشايخ الأزهر الشريف في مصر استهجنت ووقعوا في الفخ وردوا على سعيد سعدي ليتبين في الأخير أن الأمر لا يعد أن يكون إشاعة أطلقها موقع إلكتروني متخصص في نشر الإشاعات والأخبار الكذبة نمر إلى إشاعة أخرى حيث لا يزال مسلسل انهيار قيمة الدنار الجزائري متواصلا إذ بلغ مستويات لم تسجل من قبل بعد الإشاعة التي انتشرت مؤخرا والتي تقضي بأن الدولة تتجه نحو تغيير الأوراق النقدية ما دفع الكثير من أصحاب المال والأعمال إلى تحويل أموالهم إلى العملة الصعبة وهو الأمر الذي أثر بشكل مباشر على العملة الوطنية خبر استبدال الأوراق النقدية هو الآخر لا أساس له من الصحة فقد كذبه الوزير الأول عبد الملك سلال شخصيا ولكنه تكذيب جاء بعدما فعلت الإشاعة فعلتها بالعملة الوطنية وهوت بها إلى أسوأ تقاقر من منا ليتذكر هذا الشاب بضحكة النصر؟ حمزة بن دلاج الهاكر الجزائري الذي تم القبض عليه سنة 2013 بسبب تورطه في اختراق مواقع حسابات مصرفية في أكثر من 217 بنكا مختلفا في العالم والحصول على أربعة ملايير دولار كان يقوم بتحويل جزء منها إلى فلسطين وعدد من الدول الفقيرة إشاعات كثيرة دارت حول هذا الشاب آخرها كانت إشاعة حول إعدامه أقول عفوا بقرار من القضاء الأمريكي قبل أن تخرج عائلته وتفند الخبر وتؤكد أن حمزة ما يزال حيا يرزق ولم يصدر في حقه حكم كهذا بعد التجاذب والتراشق الإعلامي في شالكيلة حرب تصريحات بين رجل الأعمال الجزائري يسعد ربراب ووزير الطاقة والمناجم عبدالسلام بوشوارب تداولت وسائل الإعلام خبرا مفاده إصدار مذكرة توقيف ضد الملياردير يسعد ربراب خبر لم تمر عليه سوى ساعات قليلة حتى كذبته الحكومة بأمر من الوزير الأول عبدالملك سلال ثم على لسان وزير الاتصال وكذل مدير العام للأمن الوطني ليتبين في الأخير أن الأمر لا يعد ويكون إلا مجرد إشاعة أخرى تضاف لعشرات الإشاعات في الجزائر فيسعد ربراب دخل السبت الماضي عبر مطار بجاية دون أي مشاكل تذكر بهذه الإشاعة مشاهدين الكرام نختم ملفنا لنهار اليوم ألقاكم في عروض ومواضع أخرى سلام الله عليكم